مرحبا بكم عزائزين متابعيه قناة برامج أونلاين وينما تكونون وياكم إبراهيم نايمي حلقتنا لهذا اليوم هو طريقة تسريف Windows 10 الطريقة شوية طويلة ولكن أضمن لك أنه ستحصل على متى إجراعيه من ناحية الأداء في Windows 10 تابعوا لهذه بعد الفاصل وضعتكم رابط الموضوع هذا في أسفل الفيديو الخطوة الأولى هو تحميل ملف رجستر صغير يضيف تحسينات على ملفات بالنظام فقط نضغط على هذا هو الملف المضغوط اللي يحملنا إضافة Soil Extract الان قرح ندخل عليه لنفتح أول ملف هذا هو الملف اللي رح نفتحه يس طبعا هنا هنا ينتهي رسالة تحذير نقول له يس أوكي في حال لا سامح الله صار عندك شيء أو صار عندك مشكلة بالنظام بس ترجع على نفس الملفات اللي حملته ترجع تشغل هذا الملف الثاني هذا تشغله فقط في حال إذا صار عندك مشكلة سيرجعك على الإعدادات الأصلية قبل أن نفعل هذا التعديل الخطوة الثانية نفعل تأطيل للرسوم المتحركة بالWindows من لوحة المفاتيح نضغط على زر Windows وحرف R بعدها ندخل هذا الأمر sysdim.cpr نضغط أوكي بعدها نروح على علامة التبويب Advanced ومن ثم نضغط على settings الآن كل اللي نسويه فقط مجرد نروح على custom من هنا وبعدها نزيل هذه الخيارات نزيل هذه الخيارات مع هذه الخيارات اللي تبقى بعدها نضغط على apply ثم ok أيضا يوجد طريقة ثانية نقدر نستخدمها اللي هي نضغط على count start بعد نروح على settings بعدين نروح على ease of access ثم نروح على other options options وبعدها نلغي هذا الخيار الخطوة الرابعة هي تعطيل الشفافية بقائمة start نروح على start بعدها settings settings بعدها personalization ثم نروح على colors ننزل للأسفل ونلغي هذا الخيار أيضا نقوم بتعطيل الميزات الغير ضرورية الموجودة بالخيارات المجلد أو folder options نفتح this pc بعدها نروح على view ومن ثم على options بعدها نضغط view وبعدها نقوم بإزالة هاي الخيارات نضغط على yes بعدها apply ثم ok الخطوة السادسة هي تعطيل بعض خدمات windows اللي ما استفاد من عندها من لوحة المفاتيح نضغط على زر ريه windows وحرف الر بعدها نكتب الأمر التالي services dot msc نضغط ok الآن رح تظهر لك قائمة كبيرة من الخدمات الخاصة بويندوز 10 وضعت لكم قائمة بالخدمات اللي لازم نسويها نحولها إلى يدوي أي أنه فقط الويندوز من يحتاجها يشغلها إذا لم يحتاجها تبقى واقفة رح أشوفكم طريقة الغاء خدمة وحدة وبعدها نطبقها على باقي الخدمات الأخرى مثلا نقدم أول وحدة اللي هي connect user experience نضغط عليها double click مرتين ومن هذه القائمة المستدلة نختار manual apply ok نطبقها على جميع الخدمات اللي مثل ما قلت لكم مذكورة بالتدوينة اللي نزيتها على موقع برامج عنها أما بالنسبة للخطوة السابعة فهي إزالة البرامج الغير مرغوب بيها من بدء تشغيل الويندوز يعني أنت عندك الويندوز أول ما يبدأ يشتغل بعض المستخدمين يلاحظون أنه الويندوز بطيء جدا أثناء الأقلع يعني يتأخر على ما يشتغل وتقدر تستخدمه هذا بسبب أنه عندك برامج تشتغل و هي البدء و هي بدء التشغيل اللي هي أغلبها موجودة تلقاها هنا طيب هاي شون نعطلها حتى نعطلها نروح على خيار إدارة المهام أو الـ Task Manager تقدر بكل بساطة تضغط تقدر تضغط هنا على هذا البر Right Click ومن ثم Task Manager بعدها نذهب إلى قامة التبويب Startup هذه هي البرامج اللي تشتغل مع بدء تشغيل الويندوز طبعا هذه هي تبين لك Startup Impact يعني تبين لك أنه مدى تأثير هذا البرنامج مع تشغيل الويندوز إذا High معناته هذا يأخر الويندوز بشكل كبير إذا Low يعني بسيط جدا ما يأدي إلى تأخير الـ Medium هو متوسط طبعا أنا مسبقا قمت بتعطيل عدة برامج منها مثلا Adobe Creative Cloud يعني يكون برامج كثيرة ما أحتاجها أثناء التشغيل بداية بتشغيل الويندوز طريقة التعطيل فقط مجرد أنه تنقر على أي برنامج ما تحتاجه ببداية التشغيل ونضغط على Disable من هذا الزر نضغط على Disable إذا تريد التراجعة تضغط ترجع عليه وتضغط Enable ولكن يجب الحذر أنه في برامج الويندوز يحتاجه أثناء التشغيل لذلك يعني لا تعطل جميع البرامج الموجودة يوجد برامج مهمة مثل كارت الصوت وغيرها وغيرها يعني يعطل البرامج اللي فقط ما تحتاجه أثناء بداية تشغيل الويندوز بالنسبة للخطوة الثامنة والأخيرة فهي التعديل على أعدادات الخصوصية في ويندوز تين هذه أعدادات الخصوصية تعمل بالخلفية يعني بدون ما تشوف أي برنامج بدون ما تشوف أي حركة ولكن هي تشتغل بالخلفية ولهذا تأثر على أداء الويندوز بشكل كبير طيب إذا نعطل هذه الأعدادات نروح على قائمة Start بعدها Settings ثم نروح على خيار Privacy الآن من القسم General نقوم بإلغاء تفعيل هذه الخيارات الثلاثة أيضا من قسم Location نلغي تفعيل Location Service أيضا قسم الكاميرا نقوم بتعطيل جميع التطبيقات اللي ما نحتاجها وما نستخدمها أنا بالنسبة لي ما أستخدم أي تطبيق من تطبيقات الويندوز ولذلك راح ألغي جميع الخيارات أيضا بقسم Speech هذا هو فقط متعلق بالمساعد الصوتي Cortana اللي هو أصلا ما يدعم اللغة العربية ولذلك ما أعتقد أكو أحد يحتاجه فنسوي له Turn Off أيضا من قسم Feedback نروح على Feedback Frequency ونسوي له Never آخر قسم هو Background Apps نقوم بإلغاء تفعيل البرامج اللي ما نحتاجها اللي ما نستخدمها بعد ما تلغي الخيارات والبرامج اللي ما تحتاجها أغلق كل شي وسوي Restart للحاسبة وراح تلاحظ الفرق الكبير اللي راح يصير عندك بسرعة الويندوز وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفاديتوا من هذا الشرح لا تنسى تسوي لايك وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك جديد فيديو أكبر في أمان الله اشتركوا في القناة